طيب زي ما حدث كنت بتتكلم على فكرة شباب يمكن ومش بس الجلوس لفترة طويلة لكن حتى الحركة الأجويسف أو الحركة العنيفة ممكن برضه تؤدي لانزلاق غضروفي هل هذا الانزلاق بيحصل فجأة ولا بيقاليه بوادر يعني أنا ممكن شخصي هنا أنا حيسس فيه مشكلة في ظهري أو فيه مشكلة في الغضاريف أو فيه مشكلة في الفقرات فيبتدي روح للدكتور يستشير دكتور أو يستشير متخصص هو طبعا ممكن يحصل فجأة لكن الحقيقة يعني الدارج أو الحاجة اللي بنشوفها كتير لا مش فجأة تبقى حاجة لها مقدمات في مقدمات قليلة ألم بسيط تنميل تنميل وألم مع حركة معينة تنميل في الأطراف؟ مزبوط تنميل في الأطراف اللي اللي احنا اتفقنا هو الغضروف هيدغط على العصب والعصب ده رايح لطرف من الأطراف في المنطقة الرابع هيبقى رايح للإيدين في منطقة الصدر هيبقى رايح للعضلات بتاعة القفص الصدري في الفقرات القطنية هيبقى رايح للرجلين فعلى حسب الغضروف ده تزحلق من مكان وتحرك من مكان وفين راح ضغط على أنية عصب في عمل المشكلة ده العمود الفقري هو متقسم لثلاث أماكن على حسب المكان اللي فيه المشكلة هتبقى دي هي الأعراض طيب العلاج الطبيعي أو الرياضي الطبيعي اللي هو هيحفظ لي على العمود الفقري والغضروف بشكل كبير جدا في بعض الناس بتبقى الشكاوى مستمرة جدا بيعيش سنوات بهذه الألام بيتعامل معها في بعض الأحيان بمسكنات وده طبعا ليه ضرر كبير جدا لأنه بيقعد فترة طويلة وفيه ناس يقول لك لا أنا لو عملت عملية برضو لنتيجة باش تبقى كويسة وباش حرجع زي الأول إمتى هنا فكرة اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي وإمتى ده القرار ديكون قرار صائب تمام يعني خلينا نروح للبداية لما أنت قلت الألم أنه هو بيتألم وعايش مع هذا الألم هو مش مفروض يعيش مع هذا الألم لأن الحقيقة دلوقتي بقى فيه حلول كثير قوي يعني هي آه هي بتتعامل جوة قط العمليات بس هي بتتعامل جوة قط العمليات والعيان يخرج في نفس اليوم بتتعامل في قط العمليات والعيان يخرج تاني يوم ويرجع لحياته ويرجع لحياته في وقت مش كبير في وقت قليل ويقدر يمارس كل الرياضة اللي هو بيعملها ولو كان لعيب كرة حيرجع يلعب كرة ولو كان رياضي حيقدر يمارس الرياضة ولو كان بيشتغل في شغلها حيقدر يرجعها لها ويعمل كل اللي هو عايزه الألم هو حاجة بتنزرك لأن فيه مشكلة بتحصل ولو الألم ده عجزك وقفك عن ممارسة النشاط اللي انت بمفروض ان انت تعمله يبقى ده معناه ان انت وصلت المرحلة اللي مفروض ان انت تدخل ده جزئية طبعا فيه جزئية بقى تانية دي مش مسموح فيها لأنه هو يكون option نعمل ولا ما نعملش لو فيه حاجات من الاشارات المنزرة ان فيه وظيفة اتأثرت حركة بقى فيها اعاق بقى فيه عجز في وظيفة معينة لأ انت لازم تاخد خطوة ساعة طيب دكتور حدريك قلت انه العمود الفقري متقسم لثلاث اجزاء الكامن او المتعارف عليه اللي بيحصل بسبب القاعدة فترة طويلة على المكتب او حتى الحركة العنيفة في اي جزء طبعا هو الفقرات القطنية علشان خاطر الفقرات القطنية هي الفقرات اللي شايلة وزن الجسم اللي بتكون فين يا فندم الفقرات القطنية هي في الربع او التلت الاخراني من الظهر احنا بتدي فقرات العنقية وبعدين الفقرات الصدرية او الظهرية دول اسمين لنفس الحتة وبعدين الفقرات القطنية وبعدين الفقرات العجزية دول خمس فقرات كلهم لحمين في بعض وبقوا فقرة عصر勝 واخرهم الفقرة العصعصية الحاجة اللي في ما بنها فقرات متحركة وغضاريف هم الثلاثة الاولانية دي بقى فيها مشاكل كتير؟ بالزبت علشان كده يجي وراهم بقى في المشاكل اللي انزلاغ الغدروفي الفقرات العنقية بتتحرك كتير وبتوطي علشان ماسكة موبايل أو بتحصل بداية